ريحة رمضان الأسوات تظهر وتتكلم الحزب الفائز بأكبر عدد من النواب الانتخابات التشريعي الأخير اللي هون دا تونس يعقد اجتماع أو اجتماعين طريقين البارح وقوة البارح هو يعتبر أن هناك حملة تستهدفه تستهدف نوابه ونسمح تكلام من نوع محاولة لإعادة رسم خارطة السياسية بطريقة انقلابية نسمع كلام من هذا النوع حتى لا تكون حملة انتقائية نسمع كلام لماذا أن الحكومة إلى حد الآن لم تقدم توضيحات حتى خلت الألسن تقول كلاما وتحاليلا وتوقعات وتجازات وكذا علش ما تكلمتش الحكومة إلى حد الآن وقدمت توضيحات وهي المخول الوحيد باعتبار أن الإيقافات هي الاعتقالات هي اعتقالات إدارية على معنى مرسوم 78 50 لسنة 78 و70 مهدي بن غربية توضيحاتك هاليوم الحكومة باش تقدم توضيحات حول الاعتقالات الأخيرة نقدم سهل مسلا فضل حكومة الوحيدة الوطنية جاءت بعد اتفاق قرتاج عندها تسع شهور وجاءت على أساس اتفاق سياسي مبادرة قام بها رئيس الجمهورية الباجي قائد سفسي على أساس خمس سلقات وصلنا في محاربة الرهيب وتقريبا القادرين تقدموا إن شاء الله فما بوسم سياسي جيد ولكن كذلك لابد من الحذر ولهنها فرصة للشكر ودعم قواتنا الأمنية والعسكرية فما مسأة المالية العومية اخذنا فيها إجراءات قانون الميزانية اليوم رجعنا الفيقة مع صندوق نقل الدولي وبدنا في برنامج إصلاحات كذلك خلقة تنمية اللي ما فماش معناها حل للبطالة والتهمية في تونس بغيرة النمو اليوم عنا أول نسبة تنمية طيبة في الثلاثة الأول بتاع الـ 2016 اللي هي 22.1% وفما مؤشرة إيجابيل ولكن فما نقطة محورية في اتفاق قرتاج هو الحرب على الفساد رئيس الحكومة يوسف الشايد كان واضح من يوم الأولاني قال راو حرب ضد الفساد هي حرب محورية لأنه بيدون حرب ضد الفساد فما نجموش نقضيه على الإرهاب اللي يرتبر طبط بالفساد وبالتهريب وما نجموش نرجعه ثقة في التونسة بشيرجعه يخدمه يبنيه بلادهم وما نجموش قيهه بالإصلاحات الأخرى وما نجموش كذلك قولوا التونسة أصبروا واستنعوا أنه مو في حين أنه نعرفوا أنه فما فساد مستشري في البلد وقال أنه مكان الفسادين هو السجن وبدأت الحكومة الحرب ضد الإرهاب بدأت عند ثمانية شهور من خلال مراجعة منظومة القانونية من خلال بداية تطهير الإدارة من خلال تغيير إجراءات الإدارية من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وصلنا اليوم المرحلة أخرى الحكومة واجبها في محاربة تتشبح حذية نتستعمل كل الآليات القانونية اللي عندها ومن بينها قانون التورق وقانون التورق تم يقاف بها عدد من لي نعتقد أنه معناها يمثلوا خطر على أمن الدولة وعلى اقتصادها وكذا بموجب قانون التورق وتم يقاف تحافظي للناس هذي الحمد أقول أنه الحرب هذية معناش فيها خيار معناش فيها خيار لأنه بعد ربع تجنان في دمقراطة الفساد كانوا هم أترابلسية وليت فم الناس أخرين أباطر متع تهريب الناس كل تحكي عليهم والناس كل عنا سبعة سنين يقولوا هكم تعرفوهم الكلش بهم متشدوش ونقول لهم عنهم قضايا والمساء تتعطل وفهمة ثقل وفهمة كذلك ولكن فهمة كذلك أنه الناس هذية في السنوات هذه وليت عندها أخطبوت من العلاقات والشبكات في مختلف أركان الدولة في الإعلام وفي السياسة وفي الأحزاب وفي الهيئات وفي البكاء وهذا كنا قولوا فيه وعلى ذلك في حرب الفساد ميش نعملو هذية اليوم بدنا خطوة أولى لابد من تذكيك الشبكات هذية وعلاقاتها وارتباطاتها ومعنا مشكلة ما حتى حد هذا بش نقوموا به الحرب هذية في إطار احترام القانون والدستور وحقوق الإنسان حينا بنكرسوا دولة القانون هذي القانون طبعا يسمحلنا بهذية قمنا به وبالطبع فهمة تتبعات عدلية وقعد ينقوم بالعمل بتاعنا وموش بيكتفيه في هذي كيف كيف سيمتد سيليا دي كورمبار فما دي كورمبو إذا هم عابدت تأتي راشا هم عابدت تأخذ الناس هذية فعنده رتيباتات في الإدارة في المجال الإعلامي في غيره احنا سنتابع هذي ومعنا حاوما ومعنا خياردين حرب ضد حد تحد احنا خياردين حرب ضد الفساد كنت ناس ما فهمش كون قر رجال أعمال ليه معناش حرب ضد رجال أعمال عمنا حرب ضد معناها شوهوا مناخ الأعمال في تونس عملوا سوق موازي بلدين في المياه دمروا الاقتصاد الوطني وبالعكس محاربتهم ستنعش قطاع الاقتصاد في تونس وتخلق تنمية وتخلي رجال أعمال أنهم يزيدوا يستثمروا في البلاد فسمعت كلام هذي متوجه حتى طرف سياسي وحتى حزب وحتى نايم متوجه ضد الفساد ولكن إذا فما ناس عندها ارتباطات بالفساد فلابد أن تحمل مسؤولياتها نحن في هذا كما قال رئيس الحكومة يا الفساد يا تونس يا الفساد يا دولة اليوم ما زال عمنا الامكانية نحاربوا الفساد هذي كان يكمل يتواصل ويتغلغل في الدولة كما قاعد موجود اليوم وراءوا فيه ممكن سنوات أخرى ما تكونش عمنا الامكانية بشي حاربوه أهلا قائمين بالدور علش حتى التوى ما خرجته شو ما خرجت رئيس الحكومة أو من يمثل الحكومة لتقديم توضيحات حول هذه اللي قفات علش توقفوا شنو الشكوك شنو التهم المواجهة لهم علش توقفوا شنو مصيرهم وقتاش بيشتحالوا على القضاءة معناها عدة أسئلة ما تروحة عند التونسي شكونهم الناس هذم شكونهم فما الناس منعرفوهمش أو الأخر عن حاس أو الأخر عارفوك هل جيفة هودرة شنو أو الأخر تعد دخار أوكي كلام عام معناها كلام احنا منعرفوهمش أو فما حاجتي فما لقاف فما لقاء الاحتفاظ لقامة الجبرية أنا أقول لك حاجة أنت يجب أن تعرفوهمش أنت تعرفت فما تقريبا 300 تونسي آخر لقامة الجبرية في تونس حاليا حاليا في قانون الإرهاب في حاسب قانون الإرهاب وهذه ناس تقريبا فما شكونوا عنده شبهة فما شكون تحكم بعدم سمع الدعوة وخرج فما شكوك أمنية حوله متواصل والوضع هذه متواصلة عندها عام وثين وثلاثة قانون التوارئ يسمح تبقى للسلطة التنفيذية هذه صلاحياتها تجد قولي قانون التوارئ هذية ما وش به يقولك هذا هو القانون نحن نشتغل في إطار القانون في إطار هذية رأت سلطة التنفيذية إقامة الناس هذية تقامة الجبرية وهذا مسألة ميش دائما تتواصل حس قانون التوارئ وفي نفس الوقت تمت لجنة المصادرة هي اللجنة مستقلة قامت بمصادرة بعض معناها من الناس هذية يأتي مدى على محاضر قديمة موجودة على أساس أنا جايك للمصادرة ولكن معناها حبوا توضيحات من سيقدم لنا توضيحات رأك مكش مطالب بش تبرر والله نحن وقفناه حسب القانون وكان أنت وقفت من أنك تعتقد أنهم عملوا تجاوزات وفساد وكذا هذا إخويا فسر لنا شكونهم عليش ووقتيش بتفسرون هو تدجاه معناها نتعتقد أن التفاعل مع القامل جبرية هو أكبر رد لحملة هذه أحنا في تونس نقول وفما الفساد هذه السوق الموازي الكونترا مغمت البلاد ورغم ذلك فما عديد القضايا فما قضايا ديوانية بالمليارات فما قضايا جينائية موجودة ولكن فما معناها وقت كبير وبطء كبير أحنا رينا أنه من مصحتنا ومصحت البلاد نفعلوا البسلة هذه والبطبع ستتم معناها إعطاء تفاصيل ضافة على هذه في بينها ابقاء خلنجعل الإطار الأكبر خليني خليني في الإطار يقولك إذا كان ما تمشي إيقاف فلان وفول مثلا ما تمشي إيقاف عدد من النواب وعدد من كذا فإنه هذه الحملة مش توالي حملة مشبوهة نشوف حول حاجة ساعة احنا روه منيش البلاكس روه المصر احنا تورق نقرة في الصواهات الاجتماعية معناها كل حد وفما 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 معناها وجدان ضد في محاب ضد الفساد وبالتالي فما كذلك جزء من المخيائي اللي في هذين ولكن احنا اليوم احنا دولة نخدمه في إطار القانون في إطار إثباتات حتى في في الإيقاف الإداري اللي هو إيقاف إداري وقتي لابد حد أدنى من الإثباتات ما فما حتى انتقائي يوسف الشهاد حكومية الهدوطنية ما تخدم الحد تخدم للبلاد قالت يا تونس يا الفساد وورانا معنا مصلحة مع حتى حد وهذا وكذلك منش بش منش في عركة متاع السياسة معنا مشكلة مع حتى حزب معنا مشكلة مع حتى نايد معنا مشكلة مع الفساد الفساد إذي للأسف قاعدين أخرى في البلاد هذه والدينا ورثونا بلاد نحبوا الورثو شنوها دولة وتونس وبلاد تخلق تنمية ويحلو فيها العيش ولا بلاد متاع إصابات يحكم فيها فلان وفلان 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 عنده إعلاميه وسياسيه ونواب وكذا شنحبوا لتونس اليوم إذا بش نتبقوا هذائي استعملنا قرانو التواري واليوم فما مسار قضائي وبالطبع أنا أقول كل من معناها عنده شبوات فيها ذلك لازموا يتحاسب حاجة أخرى لنك تفيد بالمهربين رئيس الحكومة أعلن على أنه بشكلة في لجنة للتدقيق في ثلاثة طبيعية فهناك تهيئ معناها تدعيم لأجلسة الرقابة الفساد مش عند السوق الموازي والكنترية فقط الفساد كذلك في الصفقات العمومية في الديون متاع البنوك في هذا الكل هذه حرب طويلة ماشي حرب متاع نهار واثنين وثلاثة ولكنها حرب مصيرية نحن بدأناها من ثمانية شهور يوسف الشاهد كانت عنده الشجاعة أنه يبدأها وبدأها بمثاق كرتاج وبحكومة وحدة وطنية نحن نعتقد أن هذه حرب تتواني نصير كل والحرب هذه فيهاش حيات وهذا دعوتنا للأحزاب والسياسيين والنواب والإعلاميين معناهاش حيات في الحرب هذه وكلنا بمختلف الأطريف السياسية لما تسمع الخطاب السياسي في السنواتي فات هو يقول ويحكي عن الفساد في الشاهد عنده ثمانية شهور ووضعت استراتيجة والقوانين واليوم بدأنا راو في أول اتمر ولا زال ذلك ولا نتوقف عن هذا يقولوا لماذا الآن جي اليوم وقت لي فما متحركات في تطوين في الجنوب في عدة مناطق احتجاجات وكذا مطالبة بالتنمية والتشغيل وأيضا الكشف عن الثروات الطبيعية من تونس جي اليوم وتعلن أنك توقف وتستعمل قانون تباريك تستعمله شهرين التالي أربعة شهر التالي تدى شهر التالي علي شليوم رئيس الحكومة قال منذ اليوم الأول أنه سنعمل أنه مكان الفاسدين يكون الحبس وننوقف هذا ولكن كذلك كان لابد من عمل هذا في طرق قانوني في طرق إداري في دولة نقول وإحنا نقول نقولها ما نقولناها الدولة مخترقة كان لابد من القضاء مخترق نحن نحكي على القضاء وفرنا له إمكانيات ونعتقده اليوم عنا ثقة ومعاملين على القضاء لمواسطة العمل لهذا الإجرافة تتوين نقول احنا كل التحركات في تونس معناها تحركنا لها ومشينا لها وتحورنا معها ولكن نعتقد أنه حجم العملية هذا يبين أنه المسألة هذه كان معناها هي مرحلة في طريق طويل ومزلت مرحلة أخرى وما لازمش نخاف احنا نرى سباين شاسوا سوخ سياغ احنا نحب نحافظه على الدولة مش نختبه في إطار القانون وفي إطار الدستور وفي إطار يحترم الحريات حق الإنسان ولكن كذلك لابد أن الدولة تستعمل كل ما عندها من آلية قانونية لمحاربة الناس هذه اللي يحبوا يدمروها اللي يتغلغوا فيها اللي ولوا عندهم امتدادات حتى في وسطها وعلى نعاون قبل أخرى ما فيها فماش حياة في الحرب هذه هي حرب بوجود ما فيها تكرتاش رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة ماضية في هذا اللخر ونعملوا أنه السياسيين والعلميين والنواب وكل المال الطيف معنا الجمعياتي يكون معانا في الحرب هذي ومعملين كذلك على التوينس يا معاكم يا أمو مع الفساد هذه المعادلة اللي تحبوا تقدمها احنا الحرب في الفساد يا معانا يا مع الفساد احنا ما نشوف ما نشوف ما نشوف أما نقول وراو ما فماش حياة مع الفساد وإحنا رئيس الحكومة قال حتى حد لفق الفساد حتى حد لوزير لنايب لمسؤول لمسؤول حزبي لمسؤول في الدولة حتى حد إذا الحبوا بالحق رجعوا ثقة للتوينس شوف ببكر من جمعة التالية التوينس رجعوا يثقوا عندهم ثقة في بلادهم رجعوا يحلموا بغضوة رجعوا يقول نجم صلحوها لبلاد هذا كل تم في عشرة يام ما يدين يدينا رئيس الحكومة ما يديها للتوينس ونقول وراو هذا ما عناش خيار غير خيار هذية واحنا ما عناش نخذ لهم التوينس ونعرفوا التوينس ومش يخذوا البلاد وهذا أراو قول كذلك لكل الحزاب السياسية في الحقوق في المعارضة أراو ما هوش موقع صراع سياسي أراو الفساد هذية ولوبيات وعصابات وغضوة بش يدمروا كل المشهد السياسي في البلاد أراو اليوم معنا حتى احنا حكومة واحدة وطنية رئيس الحكومة ينتمين نيدا تونس الوزراء مختلف الحزاب ولكن يعملوا كفريق حكومي واحد يعملوا الدولة التونسية يعملوا على وثيقة كارتاج ويعملوا المحاربة الفساد لأنه إذا نبدأ ونريو النية هذه لتوينسة ويراو التوينسة هذية ومش صفة موش يشمل فقط الكناتريا يشمل نسكل ما معناه نسكل إدارة معناه الناس في الإدارة نس في الأمن نسكل تقولوا عنها فساد شو معناها فساد الديوينة فساد هو هو خذي حق خذي حاجة عنده شخص الحق بطبع نسف نواب نسي في الأحزاب السياسي نسف جمعية يابادو كورمبور سان كورمبو وهذا راو معناه كيم عملنا ثورة في تونس كيم عملنا انتقال سياسي كيم ماليوم الحبو نعملو انتقال اقتصادي لابد هذا نعملو وهذا راو قاعدين يحيوا فيه الفائلين الاقتصاديين المنظمات الحقوقية الناس يتشوف تغزر التجربة التونسية راو نجمو نحكيه على التونسة وحماسهم في الحرب وليس كما يقولهم لما تشوف وسائل العالمية الكل تحكي انه تونس يوسف الشاهد تقريبا اول معناها زعيم معناها واول معناها رئيس وحكومة في المنطقة معناها في الكوبير كوركوز يبدأ بحرب حقية ضد الفسل الحرب هذية اللي بدأت بوثيقة كارتاج بدأت بمبادرة سائسة الجمهورية هذا طريقنا يعني ترسم خارطة سياسية بطريقة انقلابية هذا كلام كلام شكونا كلام برهام سائسة والله يعني عادة برهام سائسة بالقلاب شوف أنا أقول ما تم تم في إطار القانون تم بمرسوم الطوار تم بعد معناها وفما وفما أمام سائل قضائية تم تركز على كلمة إعادة رسم خارطة أو رسم خارطة سياسية أحنا ذال يشوفها أنا في حكومة وحدة وطنية لوزراء من كل حزيب وروا منش معنيين لا برسم خارطة سياسية لا بنتي خباية هل يقوله لك صديق شفيق جريلا هو يقول لي يحب شخصا رأسا أحنا معنيين بالبلاد أنا الكلام هذية يقوله فيه عنا قداه تخنى الحكومة الوحدة وطنية لهذا يحب منعوا البلاد يزينا من أغزو تحت سقينا إعادة تشكيل المشهد السياسي لشن هو الناس هذية لو كنت خليوها تكمل المهربين وعضادهم معادش فهم مشهد سياسي خاليش المصادرة توا مصادرة أملاك سبعة من ناس هذو مثلا اللي عندهم علاقة بعائلة الرئيس السابق عليش المصادرة تصارت فيه 2017 يعني مرسوم خرج من 2011 وتبقى في 2011 لجنة المصادرة هي لجنة مستقلة مكونا من قضاة ويداليين هي لجنة دائمة لانتصاب مرها اتحلت موجودة من 2011 دائرة تعينات اللي فيها كلهم سابقين لحكومة هذه بقى أحنا فعلنا معنى هي لجنة مستقلة تغير نوفرها كل المكانيات رئيسها جديد ايه رئيسها جديد ما كولاك عضاءها كلهم أبقى نعتقد أنها نفس ما قامت به في 2011 قامت به هل تسألني لماذا لم توقف هذا في 2011 ما وقعينا هذا ما تم اليوم نعتقد أنه هو بيوصل طريقة ذا وبالتبع فما محكمة إيجارية وفما قانون احنا ما نحكي هو معقول هو اللوبيات الناس هذية والعصابات متاحهم واليبارات متاحهم التوينسة يعرفوا هذية معناه والسياسين يحكيوا عليها عندهم سنوات الناس هذي هذي حابتنقلب على البلاد مش لما نرجعوا قوة القانون نرجعوا قوة الدولة شو معناها اليوم هل يعجبك أنت اليوم أنه معناها كناتري ومهرب وعبد عبيد عندها مئة القضايا ومشهور كان يخدم مع عائلات المافية قبل اليوم يحكموا في البلاد على خاطر عنده سياسيين أصحابه وعبيد وخين قريب ليه وعبيد وخين يقضوا معاه هذي تونس احنا نحبوها هذي تونس نحطيها لأولادنا ايه بغينا مشكلتك سياسيين احنا سنفعل القانون سنفعل القانون وسنفعل هذا للنهاية كل حدي حمسوريتو في إطار القانون وفي إطار القضاء كل حدي حمسوريتو اللي عمل يخلص واشنا إذا نعمله هذي اللي هو نذعف نعرف لو وحنا شنوه الحرب هذي هلتونس هلتونس هلتنها للأولادنا وما نشف كين عليها وماשים فيها للنهاية وكل حد حمسوريتو واحنا هنأ نخذي للتونسيين المهورية من خلال من بداية كما تفكر تاج اليوم مصرين على طريق هذا وصل نمضي فيه ان شاء الله وان شاء الله هالتوانسة بيش تكون ترجع لهم ثقة في بلادهم ترجع لهم ثقة في السياسين بتاعهم ترجع لهم ترجع خلق ثروة في البلاد تتقاسم بعدل ونعطيه مستقبل افضل لأولادنا. شكرا جزيلا مهدي بن الغربية الوزير المكالفة العلاقة مع الادوستوري المجتمع المدني وحقوق الانسان.